وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهدا لرفعها لرئيس عبدالفتاح السيسي ووضح بيان لمجلس الوزراء أن موافقة المجلس على الوثيقة جاء بعض عرضها على أعضاء الحكومة إثرى تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها القبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد وأكد رئيس الوزراء أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجمهورية سيتم البدء في مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة والاستمرار يدا واحدا دولة وقطاعا خاصا في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية عبرت في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر وتعزز الناتج المحلية الإجمالية على المدى المتوسط والطويلة إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصرية وزيادة مشاركة القطاع الخاصة في الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر